هو التوحيد من أحراب العبادة ومفتاح لأبواب السعادة وقبلة كل قلب مستقيم وأعظم ما يقر به شهادة وأعظم ما يقر به شهادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته سر فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وحدك لا شريك لك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وحياكم الله و الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم التوحيد في الصلاح في الحلقة السالفة تكلمنا على قضية التكبير وهو ركن من أركان الصلاح وبينا أن الله تعالى أعظم وأكبر من كل شيء فلما تقول أنت الله أكبر فأنت الآن دخلت في الصلاح قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير ما معنى تحريمها التكبير معناه أنه حرم عليك كل شيء كان حلالا قبل دخولك في الصلاح مما يتعلق بالصلاح فلا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم وإنما تنخرط في هذه العبادة التي أوجبك الله تعالى عليها تحريمها الصلاح دخلت الآن في قضية ماذا؟ في الميدان كما يقولون فلابد من الثبات والمواجهة للعدو وهو الشيطان الذي يريد أن يلبس عليك صلاتك ويجعلك تنشغل عنها بوساوس وسوس لك فيها فهنا لا بد من الاستعداد فهنا المواجهة والثبات وإياك هو الفرار والفرار أنك تنسحب من هذا الخشوع الذي في الصلاة وتنقلب عنه وسوف يأتي معنا الكلام على الخشوع في عين لما نقول الله أكبر جاء عن سيدي عليه الصلاة والسلام أدعية يقولها قبل أن يشرع في الفاتح وتسمى أدعية ماذا؟ الاستفتاح وهو أن يستفتح بها صلاته عليه الصلاة والسلام كالمقدمة والتوطئة بين يدي دخوله وشروعه في الصلاة وهذه الأدعية متنوعة كان يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بهذا مرة و بهذا مرة و من السنة أن تنوع أنت في قضية هذا هذه الأدعية و أن تحفظها و في كل صلاة تختار ما تشأ منها الذي كان يواضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندنا يعني أكثر ما يواضب عليه هو حديث أبي هريرة كما يأتي معنا اللهم بعد بيني و بين خطاي في حديث عائشة رضي الله عنها و هو المشهور و أكثر ما يذكره الناس و هو قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك هذا الاستفتاح كان يختاره عمر رضي الله عنه و كان يجهر به في صلاته ليعلم الناس به و الصحابة من خلفه و هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه هذا الجهر منه رضي الله عنه و إقرار الصحابة له دل على أن هذا الاختيار على أن هذا الدعاء من أفضل الأدعية التي يستفتح بها الصلاة طيب أنا و أنت مئات المرات التي استفتحنا بها صلاتنا بقولنا سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك هل تأملت في ألفاظ هذا الاستفتاح و عرفت معانيه؟ تأمل لما تقول سبحانك اللهم و بحمدك طبعا أنت الآن قلت الله أكبر امسك في يدك الله أكبر ثم قلت سبحانك اللهم و بحمدك جمعت بين التنزيه و التحميد الله عز وجل فالتسبيح و التنزيه و هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به و بحمدك أثنيت على الله عز وجل بجميع المحامد التي هو لها أهل و شكرته على كل النعم التي أولاك إياها و من أعظمها نعمة الإسلام و الصلاة و هنا يقولون هذا داخل في باب التخلية و التحليح فالتخلية في قولك سبحانك اللهم فأنت نزهت الله عما لا يليق به في أسمائه و صفاته و ذاته و في توجه العباد إلى غيره تنزه الله عز وجل قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ننظر نزه الله عز وجل عن الشرك ثم قال أنا ما دعوتهم إلا إلى التوحيد ثم التحليح لما تقول وبحمدك فأنت تتحلى بشكرك لله عز وجل وحمدك وهو أن تثني عليه بما هو أهله وهو أهل الثناء و المجد ثم تقول وتبارك اسمك تبارك جميع البركة و جميع الخير و استجمع كل الخير في اسمك جل وعلا فكل أسمائك مباركة و كلها دالة على المعاني الحقيقية و كلها دالة على الحقيقة بما يليق بك جل في علاك و تعالى جدك عظمتك تعالى ارتفعت فلا يعادلها عظيم ولا يوازيها عظيم و تعالى جدك غناك و ظهر غناك و تعاليك و ارتفاعك عن كل خلقك و عدم احتياجك لخلقك بل خلقك هم المحتاجون إليك جل في علاك و أنت في علوك لا إلها ثم تقول ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك فأنت الإله المعبود الحق فلا إله غيرك كأنها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله غيرك فلا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله غيرك إثبات العبادة لك وحدك لا شريك لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الكلام إلى الله سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله والله أكبر انظر إلى هذا الاستفتاح فأنت تستفتح بأحب الكلام إلى الله فأنت قد قلت الله أكبر في الاستفتاح لما قلت الله أكبر دخلت في الصلاة ثم قلت سبحانك اللهم هذا التسبيح و بحمدك هذا التحميل و لا إله غيرك هذا لا إله إلا الله فكأنك أتيت بأحب الكلام إلى الله واستفتحت به فمن هنا ذهب الإمام أحمد و غيره إلى أن أفضل الاستفتاح بهذا قالوا لأن من طبيعة الإنسان لما يتقدم في طلب شيء أنه يبدأ بالثناء على من على من حاجته عنده فأنت لن حاجتك إلى الله عز وجل فلابد أن تثني عليه قبل أن تطلب حاجتك منه فاستحب أن يكون الاستفتاح بهذه الصيغة أسأل الله تعالى أن يرزقني و إياكم تحقيق التوحيد و أعلموا أنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هو التوحيد محراب العبادة هو التوحيد محراب العبادة و مفتاح لأبواب السعادة و قبلة كل قلب مستقيم و أعظم ما يقر به شهادة و أعظم ما يقر به شهادة